عديد من الدول الإقليمية وأيضا يعني على المستوى الدولي وهي الدول الفاعلة في القضية الفلسطينية أيضا العديد من الدول التي كانت قد أعلنت وأكدت حضورة لهذه القمة رغبة منهم لإحداث تغيير لتغيير المشهد الذي يعني يوصف بالدموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاعتداءات نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من ضمن الدول التي أكدت حضورها دول مثل قطر تركيا اليونان فلسطين وأيضا دولة الإمارات والبحرين الكويت السعودية العراق وإيطاليا وقبرص الآن طبع هذه اللقطات لوصول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حقيقة الأمر دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان له مواقف وله تصريحات غاية في القوة ومساندة للشعب الفلسطيني مؤيدة لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع أيضا له مواقف غاية في القوة